بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمة نتمنى الحبابي يكونوا بخير وعلى خير بصحة جيدة نشكر المتابعين لقدامه جدد والناس اللي التحقوا بهذه القناة إن شاء الله كيفية غاد نحيد التابعة اللي عندي في حياتي تابعة لمرضاني تابعة لوقفتي في سعدي تابعة للمخلياني بلا صحة بلا فلوس بلا ولاد حتى إلا كانوا ولاد تيكونوا مراد ومتبوعين تابعة اللي عندها علاقة بالتابعة من الجن والإنس تابعة لموروطة تابعة اللي تتكون عندك متبوعة من صغرك أو متبوعة على ولادك أو متبوعة على الزوج ديالك أو متبوعة على شخصك بالذات إما مرة حادقة ومرة ملتازمة ببيتها يكونوا تابعينك في كل شيء إذن التابعة هي طاقة سلبية تدخل جسد ديالك على طريق أفواه الناس اللي تيكونوا ما تبوش لك الخير تابعة اللي تتأثر لك على مالك تابعة اللي تتعطيك طاقة سلبية في حياتك إذن تابعة كيفاش نتخلص منها أو كيفاش أنني خاصني نحصن راسي من التابعة إلا كنت غادل أي مكان عارف هذك المكان أنني متبوعة فيه أنني تنحص براسي هذك الناس ما تيبغيون إيش أو الوقت اللي نكون جالسة معهم تيقرؤ بعينهم تيبغيوا هذك النعمة اللي عندك تزول تيبغيوا هذك النعمة اللي عندك تمشي بحالها باش هما يتلدوا بألمك ويتلدوا بمشاكلك وكان الناس اللي تيكونوا متبوعين تيمشيوا عند أي شخص من العائلة وهذك العائلة ما تيبغيكش أو شخص معين ما تيبغيكش منتجي إما التخاسمي إما الضاربي إما تجيبي طاقة سلبية دي الأسبوع نتابهوا من هذ القادية الناس اللي متبوعين إما من طرف العائلة أو من طرف الأصدقاء أو من طرف الجيران السوق تجيران السوق عندهم طاقة سلبية للتابعة كيفاش نحيي دات تابعة وكيفاش نتخلص منها تنمرت بزاف فلوس ما تيبقاوش ليا ولدي دي ممران عندي مشاكل دائما في البيت تصدع المشاكل كل شيء تابعة تابعة بغيت نحيدها وبغيت نقارها كما قهراتني إذن غادي نعطيكم هات الصيغة ونتابهوا وديروها وما تبقاوش تعكزوا لأن الوصفة اللي سنحط لكم كلهم زيانين وكلهم صيغة ربانية وبطاقة ربانية إلا عرفتوا كيفاش تتعاملوا مع هذ الوصفات غادي تكسبو كنز كبير وتعطيوهم من نفوسكم عزيز عليكم حاولوا أنكم الفيديوهات بارتجوهم مع اللي عزيز عليكم باش أنكم دوتنتم الآجر شوية الحاجة إلا بقت عندك ما عندك فيه آجر حاولوا تبارتجو الفيديوهات لعلو عاسم بهذاك الدعاء ويجبوا لنا تحنا إن شاء الله الدعاء والمشاهدة إذن تنقول لكم شكرا ديما على الدعم ديالكم وكيما أنا تندعمكم بوصفات تنبغي ربي يصوب لكم كل الأمور هذا العام الجديد إن شاء الله سيكون أحسن من لي ثلث سنين اللي دازت أو عامين اللي دازت سنتمنى حض سعيد لكل المشاهدين إذن نبقى في الموضوع ديالنا هو التابعة اللي تنحلم دائما بنساء أو تنشوف قطط أو تنشوف راسي تنجري من المكان أو طحت من المكان هذا كلهم من التابعة التابعة اللعينة اللي بتتخليح تحاجة لا شعر لجمال ديما أنت متبوعة في صحتك وفي أمورك إذن غد ناخد كمية ديال الملحة متساوية ثلاث معالقة الملحة ثلاث معالقة ديال السنوج ثلاث معالقة ديال الحرمل الحرمل السنوج الملحة هدوهما 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 المكونات اللي تيعطوها طاقة السحب وتحرقوا لها التوابع ديالها لأنها هي عندها سبع عهود سبع عهود اللي يقرأهم أو قالهم سبحان الله تيتمشي بحالة وهي عهدات بأن اللي يقرأ هذه العهود أنها تمشي بحالة إذن إحنا اليوم هنعطيكم طريقة ربانية ومن بعد نهضروا على التابعة والعهود ديال السبع لأن لابد غادي نخدم معاكم الحويج ديالها باش أنكم تسحبوا الطاقة السلبية ديالها وتهي تمشي بحالة وتخليكم تزوجوا المال يكتر عندكم في البيت ما تبقوش متبوعين ما تبقوش تخافوا متتابعة أنكم دائما مع الله يكون معاكم لأن كل حرف من القرآن الكريم يحرق كل مارد كل شيطان كل جن إذن القرآن الكريم هو شفاء ودواء لكل داء ديمة توكلوا على الخالق والخالق هو اللي يتوكل على أمرنا في كل الأمور إذن أحبابي غادي تاخدوا بيضة بيضة غادي تغسلوها بالماء والملح غادي تدوزوها على جسد ديالكم وأنتم ما تتقولوا يا قهار إقهر تابعتي يا قهار إقهر تابعتي بحق اسم القهار أن تقهر كل تابعة وأن تقهر كل تابعة يا قهار إقهر تابعتي لا في الزواج ولا في العمل ولا في الصحة ولا في كل أمر وغادي تاخدو هاد البيضة وغادي توضعوها هنا مع الملح مع السنوج مع اه مع الحرمل اتقراو على صورة الصافات كاملة صورة الصافات كاملة وغادي نطلع على سطح البيت باش ناخدو طاقة السماء غادي تاخد هذيك طاقة ديال السماء وغادي ان شاء الله بحول الله وقواتي غادي هذي دو وساع الجسد ديالي وانتن دو وساع الجسد ديالي وانتن قهر تابعة اللهم باسم القهار انتو قهر تابعاتي وغادي ان شاء الله ناخد اول يوم غادي بحول الله وقواتي غادي ناخد المجمر غادي نحطها في المجمر وغادي نتبخر عليها غادي نحط معا شوية الملحة وشوية السنوج وشوية الحرمل. حلاكة. غادي نحرق التابعة ونقارها ان شاء الله. غادي نتبخر على هاد البيضة مع شوية السنوج مع الحرمل مع الملح. وغادي تلبسي واحد العبايا. امتى غادي تتبخر بها. اما يوم الاربعة واما يوم السبت. هادي اللي الطرد التابعة يوم الاربعة ويوم السبت. هدو ما الاوقات اللي عدنا اللي تنطردوا فيهم التابعة. غادي ناخد بعد ما تبخرتي اما مع الظهر واما مع العصر. اما مع الصبح. انتما ثلاثة اوقات يوم الاربعة. ثلاثة الاوقات يوم السبت. هدو ما الاوقات اللي عدنا لغادي ان شاء الله تبخري بهذا البيضاء ان شاء الله وندير شوية السنوش شوية الحمل شوية الملحة اللي مقرين عليهم هاد مقرية عليها صورة الصرفات هادي دوسع الجسد ديالك غادي تحرقيها باش تبخري عليها ولكن غادي تحرقي التابعة ديالك اما هاد المكونات غادي ان شاء الله بحول الله وقوته غادي تبقي تبخري بهم مدة اسبوع ولو على مقلات ماشي ضروري الفحم هاد البيضاء اللي خاصة الفحم هاد البيضاء اللي خاصة الفحم اما هادو خدري مقلات وتبخري عليهم دائما ما بين الظهر والعصر ما بين الظهر والعصر السنوج والملحة الصبح الظهر العصر ثلاث اوقات وغادي نتبخر مدة اسبوع باش نترد التابعة اللي اصلا مقترى لي على الجسد ديالي مقترى لي على ولادي مقترى لي في صحتي مقترى لي مع الزوج ديالي مقترى لي مع كل حاجة في حياتي اذا كيفاش غادي ندير لها هالطريقة اللي عطيتكم رائعة واكثر من رائعة اللي غادي تخلصكم من التابعة التابعة هي تابعة العين او تابعة الجن او تابعة الشياطين الانس والجن وغادي ان شاء الله نحاول انني نديرها بيقين والله المستعى نحاول نبخر راسي ونبخر كل شي اللي عندكم في البيت غادي حسو بالفرق انه بحالة حيات التابعة من البيت اذا الناس اللي عندهم مشاكل خاصهم يديروا هات الوصفة ان شاء الله والله المستعى الى عجبون الفيديو ما تنسونيش بلايك والدعم لعلو عسى يجي الخير على يدكم وتنفعوا بها بزفة الناس والى وصفة اخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته